موسيقى موسيقى مستي عليكم بالخير عزاء المشاهدين الأجواء الحالية أجواء معتدلة ميل إلى البرودة في بعض المناطق وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة سرعة 8 إلى 30 كم في الساعة أجواء مشمسة مع سما صافية خالية من السحب وأجواء لطيفة جدا ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية عبور السحب وارد لكن ابتداء من منتصف يوم الغد وعودة أيضا ليف فرص الأمطار المتفرقة رح نوفيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرة الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع سما صافية خالية من السحب رياح حاليا شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تصل سرعتها إلى 9 كم في الساعة درجة الحرارة حاليا 21 درجة مئوية رطوبة نسبية 20% والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كم الأجواء المتوقعة في يوم الغد الصباح يوم الغد أجواء ستكون باردة ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام بين 6 درجات إلى 15 درجة مئوية لكن قد تكون الحرارة المحسوسة في بعض المناطق أقل من هذه المعدلات رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة متوقع تصل سرعتها في صباح يوم الغد ما بين 6 إلى 26 كم في الساعة والهوى الشمالي الشرقي أيضا مستمر معانا في منتصف يوم الغد خفيف إلى معتدلة السرعة 6 إلى 28 كم في الساعة مع أجواء معتدلة ومتوقع تصل درجات الحرارة في ظهر يوم الغد ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية رح سيبدي معانا أيضا تكاثر السحب تدريجيا ابتداء من منتصف يوم الغد ورح يكون ملحوظ أكثر في مساء يوم الغد مع استمرار أيضا الأجواء باردة في مساء يوم الغد وقد تصل درجات الحرارة ما بين 10 درجات إلى 16 درجة مئوية البحر خلال يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 تقدام ولازلنا في فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة المواقع بدنا الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 5 دقائق شروق الشمس ساعة 26 و23 وموعد أذان المغرب ساعة 5 و41 دقائق أما بالنسبة للتقصي المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة باتشر هو شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام 6 إلى 28 كم في الساعة أجواء رح تكون في بداية اليوم مشمسة وسمة صافية خالية من السحب لكن من بعدها رح تبدأ تتكاثر بعض السحب تدريجيا أجواء رح تكون معتدلة في فترة النهار متوقع تصل العظمى إلى 21 أما الصغرى المتوقع السبع درجات مئوية هو شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه متوقع في يوم الأحد والأثنين أيضا رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 في يوم الأحد 10 إلى 35 في يوم الأثنين مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق أجواء أيضا رح تكون دافية خلال فترة النهار 21 إلى 23 العظمى أما الصغرى ما بين 9 درجات إلى 10 درجات مئوية الهوى الشمالي الشرقي رح يستمر معانا حتى نهار يوم الثلاثة مع استمرار أيضا الأجواء الغائمة واستمرار أيضا في فرص الأمطار المتفرقة على معظم المناطق من بعدها رح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه رياح إلى رياح شمالية غربية لكن قد تكون نشطة من حين إلى آخر 12 إلى 45 كم في الساعة ومع تحول الرياح إلى رياح شمالية غربية رح تبدأ قل استحب تدريجيا وتتراجع معها فرص الأمطار أيضا تدريجيا العظمى 22 وصغرى 9 درجات مئوية هوى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 28 كم في الساعة متوقع في يوم الأربعة مع أجواء مشمسة معظم الوقت 21 للعظمى أما الصغرى 10 درجات مئوية عزاء المشاهدين خلال هذا الأسبوع أجواء لطيفة ومناسبة جدا لمارسة جميع الأنشطة الخارجية لكن ما يمنع أننا نلتزم بالاشتراطات الصحية اللي فرضتها علينا هذه الجائحة وأيضا اللي مقررة من قبل السلطات الصحية تمنياتنا لكم بأسعد الأوقات خلال هذه الأيام